تتابع وزارة الخارجية لليوم الثاني على التوالي موقف المواطنين المصريين في كل من تركيا وسوريا في أعقاب الزلزال المدمر ووفقاً للمعلومات الواردة من السفارة المصرية في أنقرة فلم تشمل القوائم الصادرة عن الخارجية التركية حتى الآن أسماء لضحايا مصريين إلا أن اتصالات السفارة مع تجمعات الجالية المصرية واتحادات الطلاب كشفت عن وجود ضحيتين من أسرة واحدة نتيجة انهيار البناية التي يقتنون بها بولاية هاتاي وقد تمكنت السفارة المصرية من التواصل مع أحد أفراد الأسرة الذي لم يتعرض لإصابة لتقديم الدعم اللازم وحول أوضاع المصريين في سوريا فليس هناك أي معلومات حتى الآن تشير إلى وجود ضحايا مصريين فقد قامت السفارة في دمشق بالتواصل مع أحد المصريين الذين تعرضوا لإصابة طفيفة نتيجة تصدع منزله والاتمئنان عليه هذا وتواصل وزارة الخارجية بالتنسيق مع سفارتي مصر في أنقرة ودمشق متابعة الموقف على مدار الساعة وبإصدار البيانات الإعلامية تباعا بالمستجدات